كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوم السلام عليكم ورحمة الله رؤيا اليوم ذات طابع خاص تبدو أنها غريبة إلى حد ما ولكنها تحمل معاني في منتهى الأهمية الرائية من العراق سنية من الأكراد تعالوا معي لكي نستعرض هذه الرؤية ونقوم بتأويلها بإذن الله تقول الرائية أنا امرأة كردية مسلمة أعيش في ألمانيا منذ سبع سنوات من الشخصيات المهتمة بأمور الدين والعبادة وأحداث آخر الزمان وأنا مداومة على الصلاة في شهر رمضان في العشر أو آخر من رمضان رأيت هذه الرؤية والله على ما أقول شهيد رأيت في منامي رجلا عجوزا كان جالسا أمامه مجسم مصغر مصمم على هيئة الكعبة المشرفة أي كانت نسخة منها لا أقل ولا أكثر بجانب الكعبة رأيت مجسما آخر وأيضا مصغر وكان نسخة من القدس الأقصى كان بجانب بعضهما البعض والرجل العجوز يتأملهم فقلت له ما هذا الذي أمامك يا عم مع العلم كنت أعلم أنها الكعبة والقدس وكنت حزينة لما رأيتهم وقد صغر حجمهم رد علي العجوز قائلا أنها الكعبة والقدس صممتهم بنفسي لأن نسخهم الحقيقية على وشك التهلك والضمار سيتم تدميرهم فصممت هذا كي لا يتشتت المسلمون في كل أنحاء العالم وأخشى عليهم أن يتوهوا في الحياة فبوجود هذه النسخ التي صنعتها لن ينسى المسلمون دينهم وسيتذكرون ما كنا عليه وبهذه الطريقة لن نضيع قلت له أين ستتواجد هذه النسخ والمجسمات أي قصدت ما صنعه العجوز من نسخة الكعبة والأقصى كي نطوف حولهم عندما يتم تدمير الكعبة والأقصى الحقيقي فقال الرجل العجوز أنه متواجد في مصر وهنا ينتهي المنى طبعا تأويل هذه الرؤية يحمل معاني غامضة كثيرة تعالوا مباشرة لكي نبدأ بتأويل هذه الرؤية الهامة في البداية الرؤية كانت في العشر الأواخر من رمضان فنظن بإذن الله أنها رؤية حق قول الرائية أنها رأت رجلا عجوزا جالسا أمامه مجسم مصغر مصمم على هيئة الكعبة المشرفة الرجل العجوز في الرؤية دلالة على الضعف ودلالة على تدهور الحال ومجسم الكعبة المصغر هو إشارة إلى ضعف دور الكعبة المشرفة في هذه الأيام وتدهور الحال كما هو واضح للعيان بجانب الكعبة مجسم آخر مصغر نسخة من القدس المسجد الأقصى وهذه إشارة أوضح إلى تدهور الحال لما لا يخفى عليكم من ضعف حال المسجد الأقصى الذي هو تحت الاحتلال في هذه الأيام يعني المشهد العام رجل عجوز وأمامه مجسم مصغر للكعبة وللأقصى صغر وقلة دور الأقصى والكعبة في هذه الأيام والدليل على ذلك بقية الرؤية تكمل الرؤية تقول أنها قالت إلى هذا الرجل العجوز ما هذا وهي تعلم أنها الكعبة والقدس وكانت حزينة لصغر وقلة دورهم فرد العجوز أنها الكعبة والقدس وأنه صممهم بنفسه لأن نسخهم الحقيقية على وشك التهلكة والضمار طيب يعني إيه في الرؤية إما تلاقي هلاك الكعبة أو هلاك الأقصى خد بالك بها هي إشارة إلى محاربة الدين وهدم الدين وضعف الدور الإيماني الروحاني الذي يتلعب هذه الأماكن في نفوس الناس طيب هذا الضعف ناتج عن من يسيطر على هزين المكانين ابحث عن السر في من يسيطر فقول الرجل العجوز للرؤية أنهما سيضمران ليس معنى التدمير أي التدمير على الحقيقة يعني مش هيتهدوا ولكن المقصود بذلك هدم الدين وقلة الوعي الديني كما هو مشاهد ولا حول ولا قوة إلا بالله تكمل الرائية قالت أين ستتواجد هذه النسخ والأكسام أي قصدت ما صنعه العجوز من الكعبة والأقصى عندما يتم تدمير الكعبة والأقصى فقال أنه متواجد في مصر هنا يتغير المعنى وتتغير الدلالة قليلاً فالكعبة والأقصى خاصة الكعبة هي رمز لحاكم قادم ولنظام حكم جديد طيب أين أو من أين سيخرج هذا الرجل الحاكم صاحب النظام الجديد اللي هو طبعا الإمام المهدي الغريب في الموضوع أن الرائية من العراق وأنها رأت أن مكان الكعبة والأقصى البديل سيكون في مصر وهي إشارة كما جاء في الرؤية وننبه أن الرؤية لا يبنى عليها حكم شرعي بل حقك عشان ما تطلعش تقول الشيخ بيقول أن المهدي سيخرج من مصر ولكن هكذا بيّنت الرؤية أن المهدي سيخرج من مصر وأن عودة الروح إنجاز التعبير والصحوة لهذا الدين ستكون على يد رجل طبعا الإمام المهدي بإذن الله وسيكون من مصر تبقا لما جاء في الرؤية طيب يعني نفهم إيه في النهاية إن المهدي من مصر الإجابة الرؤى لا يبنى أو لا تبنى عليها الأحكام الشرعية بارك الله فيكم أيها الأحباب يعني رؤية فعلا مهمة وبعد قليل ربما بإذن الله تكون رؤية أخرى على القناة الثانية بإذن الله بالليل بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر